قضية الأعراف الدولية النبي عليه الصلاة والسلام أشار يعني إلى اعتبارها لما جاءه ذانك الرجلان من قبل كسرى وشواربهما مفتولة والحاهما محلوقة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا جئنا لنقبض عليك يعني بعثوا ماذا ذان يعني حاكم اليمن بأمر كسرى قال لو ابعث رجلين إلى هذا الذي يزعم أنه نبي فليجعله في جامعة وليأتي به فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهما قال من أمركما بهذا للشوارب فقالوا ربنا له كسرى فقال لكن ربي أمرني بغير هذا أمرني بأن أحف شاربي وأن أعفي لحيتي ثم قالوا هذا موضع شايد لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما يعني هذا كان عرف دولي بأن الرسول أو السفير ما يقتل الذي جاء لتبليغ رسالة لا يقتل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يشير لأدنى رجل في الصحابة فيقتل هذين الرجلين لكنه عليه الصلاة والسلام أعمل هذا العرف الدولي قال لولا أن الرسل لا تقتل لا قتلتكما ثم قال ارجع إلى صاحبكما لذاذان فأخبراه أن ربي قتل ربه الليلة كسرى الليلة خلاص راح فرجع لما وقت ذلك يعني تلك الليلة جاء البريد بعد شهر أو أكثر بأن كسرى قتل في تلك الليلة كان ذلك سببا في إسلام أهل اليمن علموا بأن هذا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام فالشاهد بأن الأعراف الدولية معتبرة وكما قلت لك بأنه يجوز في حال الضيق وللضطرار ما لا يجوز في حال الساعة والاختيار الآن المسلمون لا يؤبه لهم يقضى الأمر حين يغيبون ولا يستأذنونهم شهود ما قيمتهم في المجلس الأمن الدولي أو في الأمم المتحدة أو في غيرها من المجالس ما عندهم قيمها لذلك ما نستطيع أن نقول بأن واجبا عليهم أن ينسحبوا ولو قلنا هذا الكلام من سيستمع يعني إليه لكن لو كان للمسلمين يعني هيبة معتبرة وخلافة جامعة أو دول قوية واستطاعوا أن يعني يقيموا بداء لهذه التي قامت على غير تقوى من الله ورضوان وإنما قامت أصلا لأكل لحقوق الأمم لحقوق الأمم